اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم وحبتي في الله ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه هناك أمر حصل قبل وفاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترويه لنا زوجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تعبر عنه بالأمر العجيب ما هو الأمر العجيب الذي حصل قبل وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اسمعوا هذه الرواية أحبائي يقول أبو بصير دخلت على أم حميدة وعزها بأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموس لرأيت عجبا ما هو الشيء العجيب ما هو الأمر العجيب الذي حصل قبل وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقول أم حميدة تقول فتح عينيه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال اجمعوا لي كل من بيني وبينه وقرابه جيبوا لي شنو أقرباءك جيبوا للأقرباء أولاد أولادي أقرباء اجمعهم كلهم إلي قالت فلم نترك أحدا إلا جمعناه كلهم ذول جبناهم للإمام الصادق عليه السلام وجمعناهم قالت فنظر إليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة لاحظوا عزائي هذه الكلمة كثيرا ما يكررها الأولياء ولعله هي وصية جميع الأنبياء وجميع الأوصياء والأولياء آخر كلمة نطق بها هي الصلاة 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 كما ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله أنه آخر شيء تكلم به أن أوصى علي عليك بالصلاة 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 لاحظوا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يوصي أحبائه وأقربائه بالصلاة يقول الإمام إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة شون يعني مستخفا بالصلاة؟ يعني الذي يؤخرها عن وقتها من دون سبب يتهامن بها يماطل بها يؤخرها يؤديها بشكل يعني بشكل اعتباطي من دون اهتمام إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة لذلك يا عزائي هنا توجد عندنا روايات هائلة وعظيمة جدا في كون الإنسان لا بد أن يحافظ على وقت الصلاة وكيف أن هذه الصلاة إذا أخرها الإنسان ترفع سوداء إلى السماء وليس فيها من النور والخير والبركة أما إذا صلاها في وقتها فإنها ترفع بيضاء إلى السماء في رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام إن العبد إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى في وقت الصلاة كيف ينتشر النور من عنان رأسه إلى عنان السماء أو أن الملائكة إذا أذن المؤذن وقت الصلاة في رواية أيضا للإمام صلوات الله وسلامه عليه تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتنادي يا عباد الله قوموا قوموا إلى نيرانكم في مضمن الرواية التي أوقدتموها على ظهوركم أطفئوها بصلاتكم الصلاة إذن في وقتها تطفئ النيران نيران أقصد بها الذنوب لأن الذنوب عبارة عن نار يحملها الإنسان على ظهره وفي قلبه نعوذ بالله من ذلك فإذا ما صلى في وقتها فإن الله سبحانه وتعالى يطفئ تلك النيران ببركة الصلاة إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لما حضر أبي الوفاة قال لي قال لي نفس الرواية نفس الكلام ولكن على لسان الإمام الكاظم عليه السلام يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة أبدا لا يستحق شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذه نقطة جدا مهمة أعزائي جدا مهمة وكذلك عن سلمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام قالت هذه رواية ثانية نتبرك بذكرها أيضا قالت كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة اسمعوا هذه الوصية من لسان الإمام الصادق عليه السلام قبل وفاته قبل قليل كان يوصي بالصلاة لاحظوا الآن بماذا يوصي صلوات الله وسلامه عليه كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه أغمي على الإمام الصادق عليه السلام فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي كذا أعطوا فلانا كذا أعطوا فلانا بدأ الإمام سلام الله عليه يعدد من أقاربه من أصحابه من شيعته ويقول كل واحد أعطوه كذا سبعين درهم سبعون مئة درهم كذا وها كذا يوزع الإمام العطاء على أحبائه وعلى أقربائه اللطيف بالموضوع شن هو أن الإمام قد أوصى بمبلغ من المبالغ من الأموال إلى أحد أقرباء الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن كان هذا القريب ممن يشن العداء والبغضاء على الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا فقال الإمام سلام الله أعطوا له فلانا أعطوا له فلانا فقلت له يا ابن رسول الله أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك الظاهر أحداً أقرباء الإمام صلوات الله وسلامه عليه حاول قتل الإمام وحمل عليه بالسكين والشفرة ورغم ذلك ورغم ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصي له بشيء من العطاء نعم هذا خلق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه وقبل الوفاة أعزائي فقال ويحكي طبعا هي جاي تقول للإمام سلامه الله عليه تقول لك شلون تنطل شخص حاول أن يقتلك وهذا الرجل صحيح من أقربائك ولكن معادي ناصبي لك فقال وبخها الإمام سلامه الله عليه قال ويحكي أما تقرأين القرآن قلت بلى نعم أقرأ القرآن قال أما سمعتي قول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل طبعا الذي أمر الله به أن يوصل هو الأرحام وهذا رحم وإن كان كاشحا وإن كان معاديا ناصبيا ورغم ذلك رحم فلذلك نحن نصل ما أمر الله به أن يوصل هذا خلق راقي من أخلاق أهل البيت والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فقال أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله عنهم ذلك لاحظوا عزائي نعم يا سالمة كانت اسمها سالمة اللي هي مولاة الإمام الصادق عليه السلام نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها في نفس هذه الرواية الإمام يكمل ويجيب هذه السيدة يقول لها إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام طبعا من سنين الآخرة الإنسان يشتم ريح الجنة على مسافة ألفين عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع صنفان من أصناف الناس لا يشمون ريح الجنة وريحها يشم على مسافة ألفين سنة من هؤلاء؟ الأول هو العاق من هو العاق؟ طبعا هو المم الذي يؤذي أبوه يؤذي أمه العاق هو الذي لا يبر بوالديه نعوذ بالله من ذلك لاحظوا عزائي عاق لوالديه سواء كان في حياتهما أو بعد وفاتهما هذا لا يشم ريح الجنة والصنف الآخر من الناس الذي لا يشم ريح الجنة هو قاطع الرحيم لاحظوا عزائي فكل من قطع رحمه أيضا لا يشم ريح الجنة وإذا كان لا يشم ريح الجنة الله بعد يعلم أين مصيره سوف يكون فلذلك نأخذ هذه الموعظة والعبرة من لسان الإمام الصادق عليه السلام ونستفيد منه ثلاث كلمات في هذه النتيجة الإمام عليه السلام يوصي بالمحافظة على وقت الصلاة ويوصي ببر الوالدين ويوصي بصلة الأرحام هذه نقاط مهمة جدا نأخذها من حياة الإمام وسيرته اللهم وفقنا اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة إمتنا صلوات الله وسلام عليهم وتعرف بيننا وبينهم وتوفقنا على النهج والسير على نهجهم وأن ترزقنا شفاعتهم اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك بفضلك وبمنك وببركة محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر